للمزيد من التحليل والمتابع لهذه الزيارة ينضم إلينا هاتفي أن الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد التحية كيف تقرأ هذه الزيارة لرئيس عبدالفتاح السيسي لأذربيجان ثاني محطة في جولته الأسيوية ودلالة توقيتها هو بالطبع زيارة مهمة وطائتي ضمن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن شكنا النجاحات التي تمت في زيارة الرئيس السيسي إلى الهند وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والشراكة أيضا في الوقت الحالي طبعا زيارة الرئيس إلى أذربيجان أيضا في محطته الثانية الزيارة مهمة جدا وتفتح مجال جزء المزيد من الاستثمارات وتنسيق مصر بتسع إلى أنها هيكون لها علاقات قوية ومتوازنة مع كل دول العالم لا تفرق بين دولة أو أخرى الهدف من ذلك هو المصلحة الوطنية المصرية من أجل زيادة الاستثمارات بنعود العلاقات بالنفع على الاقتصاد المصري وأن يكون هناك علاقات قوية مع جميع دول العالم بالطبع أذربيجان هي دولة قصاد غناشئ بتسعى أيضا إلى زيادة الاقتصاد بتاعها وبتسعى أيضا إلى الوصول إلى نمو أو معدلات نمو عالية وطبعا نحن عارفين أن في لجنة مشتركة بين مصر وأذربيجان لمناقشة العديد من الجمهور الاقتصادية وتم الاجتماع أكثر من مرة الهدف منها جيادة الاستثمارات أن يعود بذلك على الاقتصاد المصري بالنفع نعم بالتأكيد زيارة ستشهد مجموعة من اللقاءات المكثفة لتعزيز التعاون بين البلدين كما ذكرت أستاذ جميل ما يتعلق تحديدا بالشق الاقتصادي الذي بالتأكيد سيكون له حظ أوفر في تلك المناقشات لكن أيضا الموضوعات الأخرى المشتركة التي ستناقش خلال المباحثات وجهة نظرك وأهم أوجه التعاون الاقتصادي كيف يمكن تحقيق المنفع المتبادلة بين الدولتين اقتصادية بالطبع زيادة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة نسبة التصدير والاستيراد بين البلدين ونحن عارفين أن في وصل معابلات التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 25 مليار دولار طبعا فيها إفادة كبيرة للدولة المصرية ولدولة أزربيجان أيضا بتسعى طبعا البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مصر زي ما بقول لك بتسعى إلى قامة علاقات المتوازنة على كافة المستوى الاقتصادي المستوى السياسي المستوى أيضا الثقافي والفني على كل المستويات مصر بتسعى إلى أن يكون لها علاقات متوازنة مع دول العلم طبعا بالتأكيد زيارة الرئيس إلى أزربيجان ستفتح العديد من المجالات التي يكون فيها أيضا تعاون وشراكة بين مصر وأزربيجان في المستويات كثيرة وفي مجالات عديدة جدا خلال المرحلة النقطة نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ جميل عافي في مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك